جدد المستشار الألماني أوليف شولتس دعمه لعادة بعض مشروع خط نبيب ميت كات لنقل الغاز من شبه الجزيرة ليبرية إلى باقي أوروبا وذلك خلال ندوة صحفية أقدها رفقة رئيس الحكومة الإسبارية بيدرو سانشيز في برلين أريد أن أؤكد مرة أخرى أنني أؤيد بشدة مثل هذا الاتصال اليوم يتعلق الأمر بتحسين الترابط بين شبكة الغاز الأوروبية وعلى المدى الطويل وباستخدام الهيدروجين معا في أوروبا حاليا تقل روابط الطاقة بين شبه الجزيرة الأيبرية وسوق الطاقة الأوروبية عن 3% لذا فهي بعيدة جدا عن الالتزامات التي قطعناها جميعا أمام المفوضية الأوروبية ولهذا أشكر المستشار الألماني لمشاركة رؤية بحاجة إلى تعزيز هذه الترابطات يجب أن نتذكر أن إسبانيا تحتضن 30% من قدرات إعادة التغويز في جميع أنحاء أوروبا ولا يمكننا استخدامها بالكامل وهذا ما يتعين علينا حله سواء كان ذلك عن طريق فرنسا أو عبر إيطاليا كما هو أمام المفوضية الأمام المفوضية لكي أن تتعين 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 لك